انا اعلم يقينا ان عبدالفتاح السيسي لا يجرؤ انه يطلع يرد على ده واعلم يقينا ان صبيان عبدالفتاح السيسي في حضيرة الانتاج الاعلامي لا يجرؤ انه هم يتكلموا ويقولوا لك ايه اللي انت بتقولوا ده بس احنا الحقيقة هنا نجرؤ وانا اجرؤ الحقيقة ان انا اقول له حضرتك عيب دي قلة ادب دي اسمها قلة ادب يا استاذ محمد الشعب المصري اللي انتوا استقدمتو بالملايين ما كانش جاي يشحت منك في الخليج ما كانش جاي يصدر مليارات لبلده لا ده كان جاي بيعلم الناس عندك كان جاي بيعالج الناس عندك كان جاي بيبني لك عمارات المعلم المصري والطبيب المصري والمهندس المصري لهم فضل ولهم اثر في دول الخليج كانوا بياخدوا عليه فلوس لان ده طبيعي انه هو خبرة فجاي يشتغل في مكان بياخد عليه فلوس فالجملة اللي حضرتك نسيتها هنا وده اللي مخليني الحقيقة مستاء جدا وانا بتكلم على الجزء ده ان انت بتهيني العمالة العربية بتهين اخوتنا بتهين ابأنا بتهين قريبنا بتهين اهلنا بتهين ملايين من المصريين اللي راحوا السعودية اشتغلوا هناك فعلا زي ما انت بتقول انتو مش استقدمتوهم لانهما كانوا عالى يا حبيبي انتو استقدمتوهم لانهما كانوا اهل خبرة كانوا ناس كفاءات وصلوا المملكة وما اتدخروش جهد في اي مجال كانوا شغالين فيه فعيب يا اخ محمد لما تتكلم على المصريين وكأنهما كانوا عبيد حضرتك انتو مشغالين استقدمتوهم عشان تدوهم فلوس يصدروها في الاقتصاد بتاعهم انت هنا بتتكلم على الشعب المصري فلازم تحترم نفسك لازم تمسك لسانك عندكو اخناقة مع السيسي اللي انتو كنتوا بتدعموه روحوا تخنقوا مع بيدعمننا انما هتتطاول وهتطول لسانك على الشعب المصري لا الشعب المصري كفيل انه يخرس لسانك ولسان من يعني ايه قالك انك تكتب الكلمتين دولا على الشعب المصري فاياك يا اخ محمد السعودية في القلب الشعب السعودي اخواتنا بنحبهم جدا والعلاقة ما بين الشعبين هتظل علاقة عظيمة الى ابد الابدين لكن ان اذره اعلامية بتحركها سلطة احنا لا ناقة لنا فيها ولا جمل للشعب السعودي ولا الشعب المصري فعندك اقف عندك الكلام ده عيب الكلام ده ما يصحش يتقال عن الشعب المصري وعن الناس اللي جات هنيجي بقى للجزء الاخير ومع ذلك بقي الجحود مقيما في نفوس الكثير ويبقى السؤال الكبير لماذا يكرهون انا والله حضرتك انت زعلان من النظام زعلان من عبد الرازق توفيق ما اطلعش زعلك ده في الشعب المصري روحوا خلصوا اخناقاتكم مع بعض انتوا اللي بعدتوه بعدتوله فلوس وانتوا اللي دعمتوه فدلوقتي في جحود منه في جحود من اذراء الاعلامية روح اتكلم معاه هو روح اتكلم عن نظام لكن ما تقوليش استقدام عشرات الملايين من العمالة العربية اعادت ضخ مليارات في اقتصاب بلدانها مع ذلك بقي الجحود انتوا حد جي جنبكو يا عم انت هي الشعب المصري قرب لك الشعب المصري تكلم عنك اصلا يا بيه الشعب المصري منابوش مليم من اللي انتوا دفعتوها للسيسي لو انت مش واخد بالك يا محمد يا ساعد لو انت مش واخد بالك